وفي خبر وردنا الآن يتوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم إلى العاصمة السودانية الخرطوم في زيارة رسمية إلى السودان صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن زيارة الرئيس إلى السودان والتي تعد الأولى من نوعها عقب تشكيل مجلس السيادة الانتقالي تأتي ترسيخا لجهود مصر بقيادة الرئيس لدعم سودان وشعبها الشقيق خلال المرحلة التاريخية الحالية الهامة والذي يمر بها بالإضافة إلى الحرص على التنسيق المشترك وتوحيد الرؤى والمواقف بين البلدين تجاه مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك من المقرر أن تشهد زيارة السيد الرئيس للخرطوم عقد قمة مصرية سودانية فضلا عن عدد من اللقاءات الثنائية مع كبار القادة والمسؤولين السودانيين وذلك لمناقشة مختلف الملفات المتعلقة بالتعاون المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية خاصة على الصعيد العسكري والأمني والاقتصادي وذلك تكسيدا لإرادة القوية المتبادلة بين البلدين الشقيقين لتعزيز أطر التعاون بينهما في كافة المجالات بما يسهم في تحقيق مصالحهما المشتركة كذلك من المقرر أن تشهد الزيارة التباحث حول أهم تطورات فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والقارية خاصة قضية سد النهضة والأمن في البحر الأحمر وتطورات الأوضاع على الحدود السودانية نعيد على مسامعكم مشاهدين هذا البيان الذي وردنا الآن حيث يتوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم إلى العاصمة السودانية الخرطوم في زيارة رسمية إلى السودان صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن زيارة الرئيس إلى السودان والتي تعد الأولى من نوعها عقب تشكيل مجلس السيادة الانتقالي تأتي ترصيخا لجهود مصر بقيادة الرئيس لدعم سودان وشعبها الشقيق خلال المرحلة التاريخية الحالية الهامة الذي يمر بها بالإضافة إلى الحرص على التنسيق المشترك وتوحيد الرؤى والمواقف بين البلدين تجاه مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك من المقرر أن تشهد زيارة السيد الرئيس لخرطوم عقد قمة مصرية سودانية فضلا عن عدد من اللقاءات الثنائية مع كبار القادة والمسؤولين السودانيين وذلك لمناقشة مختلف الملفات المتعلقة بالتعاون المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية خاصة على الصعيد العسكري والأمني والاقتصادي ذلك تجسيدا للإرادة القوية المتبادلة بين البلدين الشقيقين لتعزيز أطور التعاون بينهما في كافة المجالات بما يسهم في تحقيق مصالحهما المشتركة كذلك من المقرر أن تشهد زيارة التباحث حول أهم تطورات فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والقرية خاصة حضية سد النهضة والأمن في البحر الأحمر وتطورات الأوضاع على الحدود السودانية